لو دعيتم لحوار مباشر مع رئاسة الجمهورية هل ستذهبون؟ هذا هو الآن أجيبك على السؤال اليد المندودة لابد أن أقول أننا في حركة أحرار مع أول يوم للحراك وعلى هذا المنبر أيضا أكثر من مرة منبر التاسعة قلنا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم حبين فعلا عملية التحرير؟ نحن نعرض عليكم بالشراكة وتحملنا في ذلك السبب الكثير وقالونا أنتم تطبلون لقيادة الأركان وللجيش وكذا قلنا يا أخي أصبروا أصبروا لا نعرف ماذا يجعل عند الناس نحن نحمل على النواية الحسنة قال لك نرافق الحراكة ومصار نوفمبر يوتحرري يا الله بسم الله بشرط مصار الشعب التحرري وحده ومصار الجيش التحرري وحده لا نخلط عالمين لا يعرف لا نعرف في العالم الثاني ما فيه إذا كانت النواية صادقة ومشاهوا في العملية التحررية وشاب جزائري واصل حراكه نحو العملية التحررية سوف نلتقي في نقطة ما آمنة لكن الآن لا نمش على التوازي على نفس المصار الإسراتيجي الذي هو المصار التحرري تمام؟ وأنت أيضا أستاذ علاء تذكر أننا كنا نعرض الشراكة وقلنا بعد ذلك لما تغير سلوك السلطة بفرض لجنة الحوار وقاية صالح ألقى بكل ثقة له لإسنادها قلنا أن سلوك السلطة قد تغير ونحن نقول تكليف لا تفويض تكليف لا تفويض بمعنى السلطة للشعب يكلف قيادة الأركاب بمواصلة عملية التحرير وإنتاج إعادة استدعاء منطق ومفهوم وروح جيش التحرير الوطني لماذا تريدون الشراكة؟ أنتم طابعونها بالكراسي إذن بالسلطة نحن نريد السلطة ليس من أجل أن نتربع على السلطة أكيد نريد السلطة يعني والآخرين ماذا يريدون؟ هما أيضا يريدون للسلطة نحن لماذا نريد السلطة؟ لأننا نرى أنه حق المغتصب هو مالكه الشرعي صاحب الحق الشرعي فيه هو الشعب الجزائري ولهذا نحن نقاوم ولن نهدأ ولن نتوقف حتى نرى ممثل الشعب الجزائري هو الذي في مركز السلطة الشعب انتخب وجاء بعبد المجيد تابون أنت أسأل أي واحد جزائري حتى الذين انتخبوا هل انتخبوا ويرون أن الحياة السياسية انبعثت من جديد ونحن الآن نعيش حالة من الحريات بحيث أننا نطمئن أن العملية لم يشبها أي عملية إكراه ولا تزويق الكل سوف يقولون لك لا الكل يقول لك لا هي مرحلة يعني تابون نفوتوا به مرحلة بس نفوتوا به مرحلة الجيش يفوت به مرحلة والحراك والشعب يفوت به مرحلة نكسبوا الوقت وهو الآن أمامه مسئولية تاريخية أن لا يأخذه نشوة النصر الزائف وأنه يعرف دوره وحجمه وما هو المطلوب منه شعبيا الشعب يريد منه كما قلت إجراء التهدئة فتح الحياة السياسية باعتماد الحركات التي أفرزها الحراك لا خلينا نرتبها ونركز عليها ما هو المطلوب اليوم بعد رحيل القايد صالح ما هو المطلوب من الرئيس عبد المجيد تابون هنا نهاية الجواب على السؤال هل نمد يدنا أو مد يده فهل نقبلها نقول أنه بالشروط التي تكلم بها في حفل التنصيب والتجليس نعتبره حوارا ناقصا لا يحل المشكلة لكن إذا كان الحوار بالمنطقة التفاوضي على ثلاث أمور نتفاوض كيف نحقن دماء الجزائرية هذه أولوية نتفاوض دماء وحقونا العملية هشة نحن أمام مخاطب دماء الجزائرية الراحل حقنة الدماء لابد أن تحقن أيضا حقنة الآن لابد أن نواصل في ذلك لأنه شوف هل حقنتها وحققت مكسبا فماذا بعد المكاسب وماذا هو دور المنظومة الدولية عندما ترى أن دولة مثل الجزائر تتفلت من بين أصابعها يا أخي لا نتركونا فلابد أن يكون لنا هذا الوعي تمام إذن ما هو الحوار الذي نمد يدنا إليه ونقبله ونأمل أن يكون ذلك بل وندعو إليه هو الحوار التفاوضي على ثلاث أمور حقن دماء الجزائرية فتح منصة تحاولية لا تستثني أحدا واستدعاء كل العقول الجزائرية في الداخل والخارج للمساهمة في هندسة الحل الجزائر حررها الجميع يبنيها الجميع لا يوجد شيء إقصاء وثالثا الاتفاق على الفكرة الحاكمة التي تبنى عليها الدولة الجزائرية الجديدة لابد أن تكون فكرة تحررية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالانتماء الحضاري ومتماهية تماهيا كاملا مع هوية الإنسان الجزائري